الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وقالي وصحب أجمعين حبيب الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوك كل جديد واللايكات بقاو الشير عشان أصحابك وكلهم يستفيدوا احنا النهاردة هنعمل اجيب البنطلون وفيه كتير قوي طلبين الموديل ده طبعا هو فيه كذا موديلي احنا الأول هناخد في الفيديو ده البطرون الأساسي بتاعه وازاي بتعمليه اللي هو البسيط خالص نسمي اللون نبتدي اول حاجة انت بتعملي بطرون الجيبة العادي وده احنا واخدينه في فيديوهات قبل كده ارجعوا لها وهشرحوا برضو ثاني على السريع كده عشان تعرفوا حنا هنعمل ايه حضرتك بتاخدي طبعا مقسات بتاعتك اللي هي دوران الوسط دوران الجناب طول الجيبة اللي انت عايزها طويل طبعا الجيبة البنطلون لو عايزها قصير عايزها طويل شوية يعني برموضة اللي انت عايزها البطرون ده هيخليك تقدر يتعملي نسمي الله كده بتاخدي خط افقي بالشكل ده بتاخدي فيه نص دوران الجناب خلاص والطول اللي هو الطول بقى اللي احنا عايزينه خلاص بتيجي طروحي مقسمة نص دوران الجناب على اثنين طبعا الجناب خمسين يعني المفروض انت الخمسين دي بتاخدي نصها هنا ونصها هنا عشان احنا بنشتغل القماش وهو على متن اثنين خلاص طيب احنا هناخد واحد صمتي من نص الظهر هنضيفه على نص الامام عشان ده هيرايح معاك منطقة البطن والارداف مايبقاش يعني الخياطة بتاعت الجنب لفة على قدام خلاص عرفت النقطة دي يعني الخمسة وعشرين دول الخمسين هنا خمسين هنا خمسة وعشرين وهنا خمسة وعشرين هناخد من الخمسة وعشرين اللي في بتاعت الظهر واحد صمتي هنضيفهم على نص الامام بقوا من ستة وعشرين يبقى دوت هتغديه اه اربعة وعشرين وده اه ستة وعشرين تاين انا برسملي بقى الطريقة دي البطرول البسيط المسطح العادي خالص مش هناخد فيه بقى التقسيمات بتاعت زي تطلعي تقسيم الجنب والوسط والكلام ده ارجعوا للفيديوهات اللي انا عاملها هتلاقوا كل حاجة متفسرة فيها بس ده انا بشرح لكم على البسيط خلاص حضرتك هتيجي هناخد ربع دوران الوسط بتاع حضرتك وبتيجي من عند خط نص الامام اللي هو ده وبتقيسي حضرتك هتاخدي نص دوران بتاع ربع دوران الوسط وبتضيف عليه اه اتنين سنتي او تلاتة سنتي عشان البنسة وده حسب حجم حضرتك خلاص يبقى هناخد ربع دوران الوسط وهنضيف عليه اتنين سنتي بتنزلي بعمود اتناشر سنتي والاثناشر سنتي دي سبتة لكل المقاسات دي قعدة خلاص وبتاخدش مال ويمين العمود دوت هنا واحد سنتي وهنا واحد سنتي وبتنزلي بالبنسة زي ما حضرتك شايفها كده وبكده يبقى احنا خلصنا النص بتاع الامام في حاجة كمان احنا لما اخدنا الغية هنا هنصف بقى احنا قلنا نصفنا الجزء ده مش هنقول بقى خمسة وعشرين هنقول اربعة وعشرين يبقى حضرتك بتقيسي اربعة وعشرين او بتنصفي وبترجعي واحد سنتي سيان هي هي يعني واخده بالحضرتك يبقى انت بتقيسي من هنا اللي هم الستة وعشرين سنتي بتاع ربع الوسط اللي خدنا من واحد من نص الظهر وبتديفي عليهم كمان اتنين سنتي قلنا لبتوق البنسة وبتروحي حتى نقطة خلاص يعني الستة وعشرين بتحطي عليهم اثنين سنتي يبقى تمانية وعشرين يبقى بتقيسي من هنا لهنا تمانية وعشرين وبتروحي واخده نقطة بتيجي بقى للنقطة التنصيف اللي احنا عملناها بتروحي نازلة بعمود عشرين سنتي العمود العشرين سنتي ده اللي هو طول الجناب اللي حضرتك اللي ما بتجي تعملي جيبة وعايزها منها تعملي لها سستة بتعمليها مثلا في الجنب بتبقى عشرين سواق بقى هتعملي سستة مش هتعملي سستة هو دوت العشرين سنتي بتوع طول الجنب بتاعنا وبتروحي موصلهم بالشكل ده وبتدوريهم زي ما أنا عاملة بالطريقة دي خلاص وطبعا بتروحي نازلة بخط التنصيف اللي احنا واغدينه بالطريقة دي ماشي هنيجي بقى لنص الدهر احنا قلنا الخمسة وعشرين اخدنا منهم واحد بقى ما اربعة وعشرين الواحد ده اللي احنا دفناه على نص الامام طيب اربعة وعشرين هناخد البنسة نجيفة عليهم تلاتة سنتي عشان دي هتريح منطقة الارضاف من ورا خلاص وبتروحي نازلة خمستاشر سنتي وخمستاشر سنتي دي قاعد عمل كل الناس لأي مأسات خلاص وبتاخدي يمين والشمال العمود بتاع البنسة واحد ونص من هنا واحد ونص وبتروحي نازلة بالبنسة بتاعتك بالشكل ده خلاص وبترجعي بتقيسي بقى الوسط بتاع حضرتك قلنا اربعة وعشرين هتضيفي عليهم تلاتة بقى سبعة وعشرين وتروحي واخدة نقطة بالشكل ده وتروحي نازلة بيها على منطقة اللي هي العشرين صنتي اللي احنا اخدناها اللي هي دي انا بس اوضحها لكم كده دي منطقة العشرين صنتي اللي هي بتاع الطول الجنب وبتروحي مدوراه بالشكل ده خلاص وبكده احنا خلصنا البطرون العادي البسيط بتاع الجيبة بدون اي اضافات علي لا توسيع ولا تديق ولا اضافة من هنا ولا من هنا بيطلع بالشكل ده حضرتك بتيجي تفصليهم عن بعض يعني بعد ما حضرتك رسمتيه بتروحي ماسك كده ونروح فصلين بالطريقة دي طبعا وانتي بترسمي اه نسيت اقولكو حاجة احنا هنا بننزل على نص الامام نص صنتي وبنرتفع على الخط بتاع الجنب بنص صنتي وبنروح موصلينهم بالشكل ده خلاص وفي الظهر بنفس الطريقة بنرتفع نص صنتي او واحد صنتي حسب حجم حضرتك لو منتلق شوية طلعي واحد صنتي خلاص وبتروحي مادة الخط بالطريقة دي المالة نهاية خلاص بنيجي بقى نفصل الجزئين على بعض هنفصل بالطريقة دي وزي ما انا قلتلكم انت بتاخدي مقاسات دوران الوسط والجناب والطول اللي انت عايزة وهنبوح فصلين كده طبعا حضرتك لما تيجي ترسمي الورق بقى معاكي هيبقى عريض تعملي حساب الاضافات بقى اللي احنا هنعملها الاضافات بتاع البنطلون بقى خلاص ودي طريقة يا جماعة سهلة جدا جدا وهتخليك اجربة البنطلون مظبوطة جدا وتيجي طبعا حضرتك بتروحي هقولك حاجة انت ممكن البنس دي بس انا هوريكي بعد كده هنعمل فيها ايه دي ممكن بتاخديها من الضفر تقفليها طبعا احنا بناخد البنسة بنفرغها على الورق وبنلمها ونخيطها على القماش زي ما احنا وغدين قبل كده خلاص دوت بتاع الامام تكتبي بقى زي ما انا عرفتوكو كده ده الامام ده خط نص الامام عشان تبقي عارفة انت بتعملي ده طول الجنب تبقي انت فهم انت شغله ازاي خلاص وده الطول بقى اللي احنا عايزينه زي ما حضرتك عايزة بنطلون قصير عايزة طويل عادي ده يا جماعة بيبقى حلوة جدا للمحجبات او مش محجبه برضو ممكن تعمله لانه جميل جدا ويفضل في الاقمشة الطرية عشان طبعا هو واسع القماش الجبردين لو جتي عملت به البنطلون الواسع لا هيبقى ناشف هيبقى شكله مش ظريف يعني لكن لو القماش الطري هتلاقيه متهدل معاكي شكله بيبقى شيك جدا خلاص قدينا احنا او ممكن نفرغ دي برضو احنا خلصنا كل حاجة بورها لكم على الطبيعة يبقى بكده احنا خلصنا الجيبة هورها لكم بقى عشان تبقى هنشوف الخطوة اللي بعد كده هبص حضرتك هبتبقى بالشكله البطرون بتاعها بيبقى كده تعملي جيبة عادية خالص لا فيها بقى توسيع من الديل ولا اي حاجة خالص زي ما انت شايفها فمنتهى البساطة بطريقة دي وده بطرون نص الظهر بالشكل ده خلاص نيجي بقى احنا فصلنا الاتنين عن بعد هنيجي ناخد بتاع الامام انا طبعا في رسمة بفرقة كبيرة عشان بقى اي اوضح لكم هنعمل ايه بص حضرتك ده ادي البطرون الاساسي بتاعنا اللي احنا قصناه انت لو عاملة الجيبة احنا بنزلينها سك كده ديقة ممكن بتروحي وقت ده ثلاثة سنتي من عند خط الجنب ده خط الجنب عشان تبقي فاهمة تاخدي ثلاثة سنتي توسيع ده بيبقى توسيع خلاص تاخدي ثلاثة سنتي توسيع نيجي بقى عايزين نرسم والخط ده بقى اللي انا قلتلكم عليه خط بتاع طول الجنب اللي هو النقط دي ده خط بتاع الجنب احنا عايزين دلوقتي نعمل الحردة بتاع البنطلون حضرتك من عند الجزء ده بتاخدي ربع دوران الجنابة عند حضرتك بتقيسي كده زي ما عرفتكم من اعلى منطقة في الخلف اعلى منطقة في الامام منطقة البطن وتتطلع المقاس بتاعي خلاص يبقى ده اللي هو الخط بتاع الحردة ماشي طيب بنيجي بقى حضرتك عايزين نحدد الحردة بتاعتنا بتيجي تنصفي من عند الخط اللي هو الاساسي بتاع خط الوسط ده مالكيس جاوه بقى باللي احنا عاملينه ده بتيجي تنصفي وبتروحي وغدا نقطة بالشكل ده ده اسمه الطول بقى اللي هنحدد عليه الحردة بتاعت نص الامام وبتروحي طبعا نيجي بقى الخط احنا قلنا نصفنا خدنا الخط اللي ركزي بقى معايا احنا خدنا عشان نعمل الحجر بتاع البنطلون خدنا ربع دوران الجناب واسناب من عند خط الوسط وبننزل وبناخد نقطة خلاص وبتروحي بالنقطة ده بتروحي وغدا التمن بتاع دوران الجناب عند حضرتك او اكبر حجم وبتنقسي منه اتنين تروحي وغدا خط بالشكل ده خلاص يبقى عرفتش حضرتك الحردة بتاع البنطلون اللي احنا الخط اللي هناخد عليه حردة البنطلون الجزء الامامي بالشكل ده بيتغدي التمن بتاع اكبر حجم عندك اللي هو الجناب مقاس الارضاف لغاية البطن اعلى منطقة وتروحي وغدا تقسميه على تمانية احنا الاول كنا بنقسمه على اربعة اللي اربعة يتقسمه تاني على اربعة يديكي التمن وبتنقسي منهم اتنين صنش وبتاخد الخط وبتروحي وغدا موازي كده للخط بتاع نص الامام خلاص احنا هنا بقى عشان البداية بتاعت الحردة قلنا بننص بنجي من هنا من عند الوسط من فوق بنقيس ده اللي هو الربع اللي احنا وغداينه بتاع الجناب بتنص فيه وبتروحي عملاله تدويره بالشكل ده وقبل ما بتعملي التدويره دي زي ما فهمتكم في اي حردة بتعمليها عشان تطلع مظبوطة بتصنطر المصطرة بتاع حضرتك وبتطلع ثلاثة سنتي وبتروحي وغدا الحردة بالدوران اللي انتي شايفها وطبعا احنا البنسة بتاعتنا موجودة دي هتتقص على البطرون وهتتتخيط على القماش بنجي هنا برضو دوت اللي هو اخدنا اللي هو نص من عند خط النص الامام وبنرتفع من عند خط الجنب بالنص برضو ده بتاع تعديل الوسط ده عشان دوران وسط حضرتك طبعا مش مستقيم لا ده فيه يعني زي ما تقولي كده دورانات فده بيريح معاكي البنطلون بتاع حضرتك او الجيبة وبكده احنا عملنا الجزء بتاع الامام بتاع الجيبة البنطلون هنيجي ناخد الجزء بتاع الضهر ادي الجزء بتاع الضهر خدنا الجيبة البطرون الجيبة اللي احنا عملينه اخدنا الضهر منه لما قصنا وفاصلنا عن نص الامام بتيجي حضرتك برضو من عند خط الجنب بتخرجي تلاتة سنتي بالشكل ده ليه عشان احنا مش عاملين اي توسعات اه في الجيبة مخلينها البطرون زي ما هو فاحنا بنتجيله توسيع تلاتة سنتي خلاص وبتيجي يعني بسي هو بتغدي الجزء بتاع البطرون الجيبة اللي احنا فصلينه اللي هو دو بتيجي برضو بتقيسي بتغدي الربع بتاع الجناب وبتغدي الخط بتاع اللي هو حردت البنطلون من الخلف خلاص وبتقيسي طبعا بتقيسي من هنا ده الخط الاساسي بتاعنا لغاية الطول اللي حضرتك خديه اللي هو بتاع الربع بتاع طول اكبر حاجة خلاص وبتيجي تنصفي برضو من هنا لغاية الخط اللي هو دو اوضحه لكم برضو ده الخط بتاع الحاردة بتاع الحجر ده خط الحجر لشان تبقوا فاهمين ده خط الحجر اللي احنا اوغدينه اسناء من عند الوسط لتحت كده اخذنا ربع الجناب واخذنا نقطة وبنيجي ننصفه برضو بالشكل ده يطلع زي ما يطلع معاك وبتروحي خرجين طبعا من هنا بقى بتخرجي حضرتك ستة سنتي احنا في الامام كنا خرجين كام تلاتة سنتي لا دي بقى ستة سنتي بالشكل ده وبتيجي من عند الخط بتاع نص الظهر بالشكل ده بتاخدي برضو التمن بتاع دوران الجناب وتزودي عليه اتنين خلاص عشان دي المنطقة الخلفية عشان خاطر تريحلك منطقة الارداف من ورا وبنيجي بتروحي واخدى خط بالشكل ده وبتروحي نازلة بخط موازي للخط بتاع نص الظهر وهنا بترتفعي تسنتر المسترة زي ما احنا عارفين بس بخط موازي مش هناخد بقى تلاتة سنتي هناخد ستة سنتي ونروح جايين عاملينها بالشكل ده وميدورين بالطريقة ده وبتيجي من عند النص بتاع الظهر من هنا بترتفعي اتنين سنتي ليه بنرتفعي اتنين سنتي؟ عشان حضرتك يريحك في القعدة لما تيجي تعودي البنطلون معاك ما يتشدش لأ جيبت الدكي براح وبتروحي موصلة بالشكل ده بالجزء بتاع الخط بتاع الجنب وبكده احنا عملنا البنطلون الجيبة البنطلون الواسعة مفيهاش اي مشكلة سهلة جدا بسيطة وان شاء الله في الفيديوهات التانية نعمل برضو الجيبة الواسعة الجيبة البنطلون الواسعة اللي هو بيقولو عليه زي بتاعشار لي كده خلاص انا ممكن بسرعة بسرعة كده نعيد تاني الاول بترسمي البطرون الاساسي للجيبة بتغدي مقصات حضرتك دوران الوسط مع دوران الجناب مع طول البنطلون اللي انت عايزاه بتيجي بتغدي من هنا بتقيسي ربح الواسط بتدفي عليهم اثنين سنتي او ثلاثة سنتي حسب حجم حضرتك وبتنزلي بعمود اللي اتناشر سنتي بتاع البنسة بتغدي واحد سنتي شمال ويمين اللي هو العمود دوت وبتيجي طبعا انت حضرتك قسي دوران الوسط بتاعك وخدت نقطة وانزلتي عشرين سنتي على الخط بتاع الجناب بالشكل ده وبتيجي تعملي الجزء بتاع نص الظهر اللي هو ده يبقى ده نص الامام اللي احنا فصلينه ده نص الظهر احنا نقصنا من الدوران بتاع الجناب واحد سنتي دفناهم على الدوران بتاع الجناب بتاع الامام خلاص وبتغدي زي ما عرفتك كده الربع الوسط بتديفي عليه تلاتة سنتي بتوع البنسة وبتنصفي بالشكل ده وبتنزلي بالعمود بتاع البنسة خمستاشر سنتي وده رقم ثابت لكل المقاسات خلاص وبتفرغي البطرون بتاعك ويبقى كده انت عملتي بطرون جيبة عادي مفوش اي حاجة خالص هناخده ونفصله عن بعض بالطريقة اللي احنا عملناها دي ونبتدي نشتغل اللي هو الجزء الامامي بتيجي حضرتك بتقيسي من عند الوسط كده بتغدي ربع الجناب وبتغدي خط اللي هو بتاع خط الحجر خلاص وبتروحي خارجة بيه بتغدي الطمن بتاع دوران الجناب او حجمه اكبر زي في الجداول كده بيقولوا وبتنقسي اتنين سنتي ده بتاع الامام خلاص بتيجي تنص فيهم من عند الوسط لغاية الحجر نقطة الحجر اللي احنا واخدينها تحطي نقطة من هنا بتروحي خارجة تسنتري بالمسترة كده او بالمزورة وتقيسي تلاتة سنتي وبتغدي نقطة بتغدي الخط بالطريقة دي وتروحي مدوراه بالشكل ده طبعا زايت بتعملي توسيع على نص الجنب بالطريقة دي اهو ده نص الجنب بتاعنا بس تتلغبطيش بقى تجي عند الناحية بتاعت نص الامام شان كده انا بقولكو كل حاجة اكتبوا عليها بتروحي حتى تلاتة سنتي لتوسيع الجيب البنطلوب خلاص دوت كان الامام الخلف بقى برضو نفس الطريقة برضو بتدي التوسيع من تحت تلاتة سنتي وبتيجي حضرتك بتقيسي من عند الوسط بالشكل ده ربا دوراني الجناب هيديكي الخط بتاع حردة البنطلون وبتروحي خارجة بيه بتاخدي التمن بتاع الجناب بس هنا بقى بتزودي اتنين سنتي خلاص عشان طبعا منطقة الارداف خلاص وبتيجي حضرتك اه تنصفي برضو من عند الوسط لغاية النقطة بتاع تخط الحجر كده وبتروحي منصفها بالشكل ده وبتيجي تخرجي ستة سنتي بالمسطرة كده ترتفعي ستة سنتي وتروحي عاملة دوران بالشكل ده ده بتاع الحردة وبكده احنا يبقى خلاصنا اتجيب البنطلون في منتهى السهولة ما فيهوش مشكلة ولا اي حاجة وان شاء الله الفيديو جاي انا هعمل لكم الجيب البنطلون الواسع ده ما يعتبرش واسع قوي يعني ملموم كده واخدبالك الفيديو جاي بإذن الله هعمل لكم بقى اللي هو الواسع العمد زي الكلوش وان شاء الله بإذن الله فيه حاجات برضو موديلات تانية كتير بإذن الله هعمل لها لكم وقلقاكم على خير ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة